ربا أحلام لو شفتهم في منامك أعرف أن ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك لا مش بس كده ده ربنا بيحبك وأعرف أن ربنا سبحانه وتعالى سيفتح لك أبواب كثيرة جدا منها القبول بين الناس منها أنك أنت تكون يعني مسموع الكلمة فهو من كل ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى يمكنك ويفبتك في الأرض ويجعل معاك أموال تغنيك عن سؤال الآخرين رقم أربعة إن الله عز وجل يلبسك لباس العزة رقم خمسة تكون منصور ومؤيد في أي مكان بتروح فيه وأي حد فيكم شاف رؤية من الخمس رؤية ديت يكتب لي في التعليقات الرؤية الأولية يا عزيز أنك أنت تشوف نفسك بتجمع خضار أو بتجمع أي نوع من أنواع الثمار والخضار ده كبير جدا وفي ناس حوالين منك بمجرد ما تشوف الرؤية ديت فعرف أن ربنا سبحانه وتعالى سيفتح لك جميع أبواب الرزق المغلقة فلو أنت بتمر بظروف صعبة أو أن الحالة المادية عندك حالة مادية سيئة فعرف أن الرؤية ديت رسالة واضحة ربنا بيقول لك فها طمني عبدي سأفتح لك بركات من السماء والأرض فكل المطالب منك عشان تتحصل عن خيرات ديت حاجة واحدة فقط لغير التزم بالطقوة وسترى المعجزات تتحقق لك تعالوا بقى لرؤية التانية وهي رؤية مهمة جدا والرؤية ديت يعني سبحان الله ممكن أغلبكم يكون شافها إيه هي الرؤية ديت؟ أنك أنت تشوف نفسك داخل المسجد وعلى الرغم أنك أنت موجود داخل المسجد ده أنك أنت بتصلي إمام يا سلام لما تشوف نفسك أنك أنت موجود داخل المسجد وأنك أنت بتصلي إمام بالناس وأنك أنت تقرأ قراءة طيبة وأتمامت الصلاة فاعرف أن ربنا سبحانه وتعالى يحبك لأنك رأيت رؤية في عالم الظر عالم الملكوت كنت فيها سيد وإماما للناس يعني معنى أصح أنت حيكلك رفع في الحياة الدنيوية وإن شئت فكل أن ربنا سبحانه وتعالى سيعزك ويرفع من درجاتك وتنال بركات وخيرات ملء السماوات والأرض وتفتح لك كل الأبواب المغلقة وكأن الأرزاق تتحدث عليك من كل مكان وتكون منصور في الدنيا ومؤيد ومش بس كده تقضى لك عبادة وطاعة يتقبلها الكريم إن شاء الرحمن منك فترفع درجاتك وتكون معز في هذه الحياة فمين فيكم شاف الرؤية ديت وحصل لي أمر كده يحكين عنه تعالوا بقى للرؤية الثالثة وهي رؤية مهمة جدا الرؤية ديت لو شفتها اعرف أنك انت حيكلك مكانة اجتماعية عظيمة جدا ومش بس كده سيرفع الله عز وجل من شأنك وتكون مسموع الدعاء وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد فينا سبحان الله بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم وبيارى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئات مختلفة ممكن أنك انت تشوف النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم لك وتراه رؤية واضحة فتعرف أنك انت مقرب من الله جل وعلا وإلا لم يريك الله عز وجل هذه الرؤية فكم من شخص حرم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكذلك أيضا أنك انت لو شفت النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك شيء أو يأخذ منك شيء أو يهب لك شيء أو يقرئك شيء أو يبتسم لك النبي صلى الله عليه وسلم أو يتحدث معك فأعرف أنك مسموع الدعاء يحبك الله جل وعلا ويرفعك الله عز وجل درجات فكل المطالب منك أنك أنت تلتزم بالصلوات المفروضة وسترى فتحات وعجب العجقة ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقضى وفيه كتير جدا شافه النبي صلى الله عليه وسلم يقضى الرؤية الرابعة وهي رؤية مهمة جدا وممكن يكون أغلبكم شاف الرؤية دي الرؤية دي يا عزيزي أنك أنت سبحان الله تشوف أبوك المتوفي أو عمك المتوفي أو خالك المتوفي أو أمك المتوفية يكون على ثياب بيضة أو ثياب خضراء وعمالة بتبتسم لك وبتضحك لك فأعرف أن ربنا سبحانه وتعالى يطمنك على أبيك المتوفدة ويقولك أنه في جنة عرضها السماوات والأرض ثم أنك أنت تتأمل آية كده في كتاب الله جل وعلا الذين آمنوا ولن يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فتعرف أن ربنا سبحانه وتعالى سيهديك سيرفع من درجاتك ستتبدل حياتك وأنك أنت ستلتحك بذريتك الرؤية الخمسة وهي ذي الرؤية الأخيرة وهي رؤية الثياب البيضاء لما تشوف الثياب البيضاء كده يعني سبحان الله أنك أنت لبسها فأعرف أن ضاع عمار عظيم جدا بينك وبين الله جل وعلا لأن الله عز وجل يقول عليهم ثيابه يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يعني على الثياب البيضاء ديت كان النبي صلى الله عليه وسلم حبب عليه الثياب البيضاء وحتى أن أم المؤمنين خديجة في يوم من الأيام بتقول النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حال ورقة ابن نوفر صدر الأخيرة فقال لا لقد رأيت أن عليه ثياب بيضاء والثياب البيضاء تدل على المغفرة فكل من ترى أو كل من يرى أنه يرتدي ثياب بيضاء في منامه فليكن على يقين تام أن هذه الرؤية هي رفعة في الدرجات علو في المنزلة تغير في الحياة فتح الأبواب الرزق نجامك كل سوء وأن الله عز وجل سيرقيك في حياتك لو وصلك المقطع ده شارك لكل شخص ولو شفت أي حلم اللي أنا ذكرتها ضعها عليه في التعليقات حرود عليك دمتم فد في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته